أكثر من ألفين مصاب بمرض الأيدز بالعراقة ووزارة الصحة تحذر من خطورة انتشاره في الآوينة الأخيرة أسباب متعددة أدت إلى زيادة المرض أبرزها انتشار مراكز التجميل دون إجازات طبية في الإضافة إلى انتشار مراكز الواشم بشكل كبير بين النساء والرجال لدينا تخوف من مشكلة أخرى بأن الكثير منهم لا يأتون إلى الفحص ولا يتم تجيلهم هؤلاء هم الخطر الأكبر لأن لا نعرف عنهم شيء وهم أيضا أعتقد أعداد قد تضاهي هذا العدد وقد تكون أكثر منه لأن حقيقة كما قلت بأن من يعلن إصابته بمرض الأيدز يصاب بوصمة اجتماعية هو وعائلته مطالبات نيابية بضرورة تكون الفحوصات لمرض الأيدز الزامية كما كان معمول في السابقة من أجل الوقاية منه خصوصا القادمين من الخارج فغالبية الإصابات المسجلة من المسافرين الداخلين إلى البلد يعني صراحة في الفترة الأخيرة انتشرت مراكز التجميل التي هي تحتاج إلى تطقيق وتفتيش من قبل وزارة الصحة واتخاذ إجراءات رادعة لكل مركز غير مجاز من قبل وزارة الصحة أو تستعمل أدوات طبية غير صحية باعتبار أنها أضرت بالمجتمع وأحدثت بعض المشاكل الصحية لدى المجتمع العراقي ويحذر مختصون من ضعف الاستجابة الحكومية للتحذيرات المتزايدة من تفاقم الإصابات بمرض الأيدز وانخفاض الثقافة الصحية للمجتمع العراقي مع استمرار التحديات الكبيرة التي تواجهها الأجهزة الصحية في الدولة محتي غريب واني نيوز بغداد